اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كل من المستشار عدنان فانجري وزير العدلة واللواء جمال عواد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الاجتماع طلع الرئيس السيسي على تطورات العالم الجاري لتعزيز فعالية منظوم التقاضي وسرعة إنجاز القضايا المطروحة أمام المحاكم لسيما من خلال تفعيل الوسائل التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي بالإضافة إلى استكمال رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية بجميع المحافظات والتوسع في إنشاء وتشغيل مكاتب التوثيق والشهر العقاري وربطها بنظام موحد كما تابع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لعملية التطوير التقني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وربط قواعد البانات بها مع بيانات وزارة العدل والمصالح التابعة لها ووضع قواعد وأحكام تنظيمية موحدة بشأن معاشات أعضاء الجهات والهيئات القضائية